أصوات أولاد المغربة كيف يبقى شنو الهدف من الحوار شنو الهدف من الحوار وإيجاد حلول ترضي الطرفين معا ترضي الطرفين معا اللي غتكون فيها المصلحة ديال المدرسة العمومية وديال التعليم بالمغرب بلادنا وهذا هو الهدف من الحوار وكما قلت الحوار مستمر وخصنا نكونوا منصفين والثانيا الحلول ما تجيش في يوم واحد تندكرنا اللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين في الثمانينات والتسعينات من أجل تجويد النظام الأساسي اللي كان في 1985 كانت لقاءات ماراتونية لأن الصعوبة ماشي مع القطاع والفرقاء إقناع القطاعات المتدخلة أيضا في الميلف وهذا هو شكرا لك المدير المساعدة الأكاديمية الجهوية للتربية وتكوين بجهة ضربة ستات محمد عزيز لوكيلي داودي علي عضو المكتب الوطني النقبل الوطنية التعليم الكون في إدرالية الديموقراطية للشغل حتى لن نعيش هذه الإدرابات وعلى إن الدراهين بالنتائج نعم كما تنأكد دائما نحنا نحن أصحاب الحوار ودائما نحن نحن enuche هوات الإدراب أو الاحتجاج نحن نحن الحوار احنا رس نقوله ماراتوني راه الاخ عبدالله قال بان المطالب بينا غسنا الاجراءة ديالها معاش عادة انقلسوا القون تذكروا عليها كل مرة الملفات محطوطة غسنا فيها عروض معقولة وهذا المسألة ما فيهاش ارضاء او الماشي ارضاء الاطراف راه فيها منظومة فيها مستقبل منظومة ومستقبل البلاد ومستقبل الشباب راه هذا الاشكال حقيقي لانا فاشكا ندره على الاصلاحات والاكالي يجبد على الاقل الى ثلاثة الاخرين راه لا تدرش تال برنامج الاستعجالي على سبيل المثال لا تدرش لا تقويم دياله لا تقدم الحساب دياله قيد در كاجراء وجوزير وعوتاني وقف ودخلنا في واحد الرؤية اخرى وغاديك تانيا باش نقتصر قانون الاطار بملاوة عميه راه فيها فيها تراجعات مجانية ديال التعليم تعمين ديال التعليم بشكل هذا مسألة ديال التعليم الخاص احنا بنسبة الملاحظة اللي قال سلوكيلي ديال ان الناس وليس كترس على التعليم العمومي لان التعليم العمومي كان وبقية دائما جيد يوسف على كوش احنا بنسبة لنا في الجامعة حوالة التعليم دائما نارى باننا احنا جزء من الحل شي جزء من المشكلة وهذه بلادنا والتعليم قطاع حياوي اللي فيه مصلاحة بلادنا كنشوفوا باننا وركزة من ركائز وبالتالي بغينا انا امار السياسة بغينا نحيد السياسة من القطاع التعليم ونصرفوا كلنا نخدموها من ديال بلادنا كأننا ورش ومن هذا المنبر كنقول الحكومة تكفي من قطرة التصريحات والكلام الخاوي وتهبط تخدم يدينا مدودة باش نلقاوا الحل لان ولاد الشعب كهمونا كاملين اساسي دا وتلاميذ نعم المدير المساعد لأكاديمية الجوية للتربية والتكوين جهة دربة محمد عز الوكيلي ممثل وزارة التربية الوطنية معنا في هذه الحلقة نخلي لك جملة أخيرة لك في هذا الموضوع هذا قمق دائما متفائل مرحبا نكمل آخر كلمة عند عبدالله قشمار لي هو عضو لجنة الإعلام والتواصل بتنسيقية الأساتي دا متعاقدين أو المتعاقدين المفروض عليهم التعاقد طيب مزيان سلوكيلي وأننا نتحدثوا على الحوار مزيان والله إحنا ماذا شي ضد الحوار غوال المؤسف في الأمر كيفاش ضحايا النظامين وأساتي دات الزنزانة سعود حتى ما تعدل معهم الحل لسي المشكل في كين كيفاش عندك ضحايا دي الفوجين 93 و94 باقي انتي تناقش الحدود الساعة ورا قال باللسان ديالو حوارات ماراتونية كانت 80 ورا قتل دابا 40 عام دي الحوارات الماراتونية احنا اللي باغين في التنسيقية الوطنية الأساتي دا الذي نفرد على المتعاقد المطلب ديالنا واضح خسنا لإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية خسنا نظام أساسي موحيد للشغيلة التعليمية مشي هذا كيف كان خرج لأنه خس واحد النقطة تشار النظام الأساسي اللي خرج في الموسم الدراسي اللي يتفعل في 1 شوتنبير 2018 لأنه شوف البعض يتحدث عني يضربه كأنه شي حاجة ما هياش واحد دستوري في فصل سعود عشرين ما قوش نضخمه الأمور حاجة الثانية حاجة الثانية اسمع مدرسة العمومية إلا بغينها للخير كما قال خس جميع الفراقة يدخلوا يوارخة جميع الفراقة يدخلوا برغبة وإرادة حقيقية رماشي بالشعارات الخاوية كشغيلة تعليمية احنا باعتبارنا جزء من شغيلة تعليمية احنا كنقوله للشعب المغربي والتلمد دي وانا والبارح تطرح هذا الموضوع دي التلمد كيسون يتلمي تمح لياها دقيقة يتساءل وشغل يتعاود لنا نفس الله احنا راح بغينا لغمية حقهم في الدراسة لكن ليك يتحمل المسؤولية دي الوفاة الشيادة ويزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية لأن وزير التربية الوطنية فاش حاورنا معاه في عشرة ميل اشقل لنا صبرو نتشاور مع الحكومة وانا في مانجلس ماكس برنتشاور مع الحكومة شي بالحل او شوف شي واحد اخر اعطينا شي حاجة اخرى